اشتركوا في القناة 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 والتدخل بحاجات كتيرة جدا لكن الاهلي كسب والراجل جي سلموا الدرع الدوري هل كان عمر الجنيني اكثر النزة مركوية باعترافه كان بيساند الاهلي ده المنطق اللي انتو مش عايزين تعترفوا به بجدارة وقيمة الاهلي ونقاء بطولاته لكن لما بتيجي لحظة وافريقيا يا سيد براهيم ما افريقيا ده كوم تهاني بقى لا يعني كان فيه اهرام في افريقيا طيب هو اللي منح الكابتن حسن حمدي لقب افضل رئيس نادي في افريقيا مين مش بتعادل افريقي الدهوله ليه عشان الاهرام ولا الدهوله لعملوا في الناج انجازاته مع النادي الاهلي لكن على ذكر حتة المظلومية وانا هنا بقول اتكلموا بالمظلومية كما شئتوا وادعوا زي ما انتو عايزين لكن لما الامر يرتبط ان انت مظلوم عشان الاهلي هو اللي ظالم وهو اللي بياخد حاجة مش حقه يبقى هنا البناء الخاطئ لكن بتيجي لحظة صدقوني لانه صوت الحق لازم ان بيظهر بتيجي لحظة زي اللحظة اللي حصلت هذا الاسبوع دخل فيها زميلة العزيز عمر الدردير المتحدث الاعلامي باسم نادي الزمالك دخل غرفة على السوشيال ميديا فالراجل اعترف بنفسه في مظلومية ولا لأ خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه في حاجات مش عايزين نعلن عنها في كلام مش عايزين احنا نعلن عنها اعلنوا يا فند اعلنوا يا فند بشان الناس لزي اللي تفتاح بعد اذنك احنا في حاجات مش نافع نعلن احنا في حاجات على فكرة كتير جدا 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 بنعملها وفقوق بناخدها والناس بتقعد تقول ان زمالك ما خدش احنا بنكون نواخدين حقينا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس ما مش عايزين نعلن عنها لكن تأكد ان الناد زمالك والله العظيم قوي وبياخد حق طيب احنا بنعرض ده ولو ان السوشال ميديا كلها عرضيته بس ده اهداء برضو الاسداد عبدالله الكعبي خلينا حدثنا معاه وبعض العقلاء او معظم العقلاء من جمهور نادي زمالك الشقيق عشان يعرفوا الحقيقة والله هي دي الحقيقة اللي طلعت كده على فكرة الاسداد عمر الدردير حاول ان يقول ان الكلام اتخذ من سياقه وعلى فكرة الاسداد هني حتحوت قال له لا يا عمر ده صوت وصورة ده صوتك وصورتك بس هو كان بيتكلم الكلاب هاوس ده عبارة عن مجموعة بتعطي داردش متقلوم نوم لوحديهم فبتطلع الكلام تلعب الطريقة دي وهو ما ظهر على لسان رموز كبيرة اخرى من الزمالكوية في امور اخرى كثيرة توضح لماذا يفوز الاهل لماذا احيانا نفوز الزمالك حتى دي يعني واحنا ما نرجعش نتحاجج بيها لان احنا شايفين ان برضو مقضية وحلو طيب اذا كان الرأي الغلط بيطلع برة وتبني عليه وجهات مظر انتو شفتوها قد ايه فيها اه انتقاص من حق الاهلي لكن هنا في الداخل وفي قناة النيل للرياضة احنا بس عشان نقفل حتة الستاذ عبدالله احنا نتحدث معك بحسن الظن واحنا حسن ظننا انك لم تقصد الاساءة للنادي الآلي ولكنك وصلت لك معلومات قلتها اربو ان تراجع نفسك وتتأكد من الحقيقة وتعلنها هنا بقى في النيل للرياضة قناة الدولة قناة رسمية قناة التلفزيون المصر الرياضية الزميل العزيز طارق ردوان بيتكلم عن جدول الدوري جدول الدوري والمباريات والاهلي موجود في تولس نسمع طارق ردوان تعليه على جدول الدوري اللي انا مختلف فيه بقى مع لجنة المشابقات ومع اتحاد الكرة ولا قادر لهاه سببا الاهلي كان عنده مباراة مع نادي البنك الاهلي وعنده مباراة مع اسوان يوم سبعة يونيون طيب تم التأجيل ليه برضو مش لاقي السبب المبرز ازاي بتيجي انت النهاردة هتقابل فريق والفريق ده من فرع المؤخرة اللي بيتنفس مع ست سرع فرع على البقاء في المسابقة فلما المباراة تتأجل انت بتريحه وممكن يكون عنده مباراة بعد ثلاثة ايام مع فريق من الفرع اللي بتتنفس معاه على المؤخرة برضو او على البقاء يبقى انت رايحت الفريق ده سبعة تية ملعبش والفريق التاني اللي ما عندهوش مباراة اجلت ده حيلعب بعد ثلاثة تية عشان تنجح الدوري لابد ان يكون تكافؤ فرص لابد ان يكون فيه عدالة يعني استاذ ابراهيم انا حدي لك اللي عندك كلام مهم تقوله لكن هو يعني من كتر ما بيعيشوا المشكلة والله بينسوا بينسوا الحقيقة وبيوقع نفسهم في هذا المحظور اللي هتكشفه دلوقتي يعني انا اربق بطارق رادوان لانه مدين راجل متابع كونه زمال كاوي وحفيد الكابتن لطيف عليه رحمة الله دي قضية تانية لكن اعتقد قليل من المتابعة كان يخلي الزميل طارق رادوان ياخد باله انت بتتكلم يا عم طارق في فترة الاجندة الدولية لا الاهل ولا غيره كان ينفع يلعب مع البنك الاهل ولا بنك المصر ولا اي حد ولا ترجى ولا غيره ولا اي حد انت بتتكلم انه الاهلي كان لازم يلعب عشان تكافؤ الفرص الشمعة الجديدة بتاعت اليومين دول لا لكان لازم يلعب مع البنك الاهل يوم واحد يونيا ومع اسوان يوم سابعة يونيا بس ملعبش ليه امال فين العدالة فين اللبانة بتاعت اليومين دول فين العدالة وفين تكافؤ الفرص هو يا أستاذ إبراهيمة هو مش حيلعب المتشاط دي يعني المتشاط اللي تأجيل الدول حتى لو حتى لو بس هو هذا المعادل اللي انت تتباكى عليه وتعتقد ان الاهلي تجامل فيه انت مش واخد بالك انه من 31 مايو ل 15 يونيو دي فترة اجندة دولية دا الفيفا دي دلل للاهلي ولا غير اي فريق هزا مالك لعب فيه ما بيلعبش هزا مالك مالعبش اش معنى عايز تلعب الاهلي هو موجود في تونس يلعب بالظل الاهلي مع البنك الاهلي ومع اسوان دا كان محظور اللعب يا أستاذ طارئ فعشان تطلع قناة النيل للرياضة تقول انه ما فيش عدالة والدور ما فيش تكافؤ فرص والاهلي بيتجامل لا اعتقد كده فيه افتراء كبير جدا على الحقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة